هذا الكارت أسطورة في الفئة الاقتصادية وقتها بدون مبالغة أعتبر أنه أشهر كارت شاشة في التاريخ يدعى بالجي تي إيك سبعمائة وخمسون تي آي صدر قبل عشر سنوات تقريباً سعر مائة وخمسون دولار ولكن سعره حالياً أربعين دولار متوفر في كل مكان لا يحتاج باور قوي لتشغيله يعمل في أي تجميع حتى إن كانت قديمة ولكن السؤال المطروح هل يصلح حالياً أم لا؟ في هذا المقطع سأقوم بتجربة الكارت مع أكثر من عشرين لعبة أيضاً سأقوم بكسل سرعة للبطاقة للحصول على أفضل أداء ممكن وبالتأكيد سنقوم بفتح وتنظيف البطاقة لتحقيق أفضل نتائج ممكنة إذا تبحث عن فيديو شامل للبطاقة أنت في المكان الصحيح فقط تحتاج لإحضار مشروبك المفضل ولكن عندي طلب صغير منك عزيز المشاهد شاهد الفيديو للنهاية بدون سكيب وترك تعليق في الأسفل هذا الأمر يهكر خوارزميات اليوتيوب ما يسمح بمشاهدات خيالية للفيديو وصني الكارت بهذا الشكل قد يتفاجأ البعض من وجود إنبوكسنج لكارت عمره عشر سنوات لكن في الحقيقة أمر يستحق الاهتمام بالنسبة لي الشيء المميز هو أن جميع الملسقات والكتيبات الأصلية كانت موجودة مع البطاقة الصراحة لحظة رائع أن أجدها كما لو أنها كانت جديدة ولكن المفاجأة الأكبر عندما اكتشفت قرس الدرايفرات الأصلي كان موجود أيضا مع البطاقة هذا الشيء نادر ويعكس الاهتمام الكبير من صاحب الكارت السابق على الأرجح يشاهد الفيديو الآن أما الآن دعونا مع البطاقة نفسها رغم أنها قديمة إلا أن شكلها لا يزال جميل وأنيق أبعادها ثلاثة على إحدى عشر على خمسة وعشرون سنتيمتر مع وزن خفيف نسبيا تحتوي البطاقة على مروحتين بحاجم تسعين ميليمتر ولكن النسخة لمعنى بدون باكبليت أمر محبط قليلا لكن ليست مشكلة كبيرة أيضا الكارت لا يحتوي على منافذ طاقة خارجية أمر طبيعي لأن استهلاك الطاقة يقدر بحوالي 60 واط وبطبيعة الحال منفذ الPCIe سيكون كافي لتلبية احتياجات الطاقة بالنسبة لهذه الحالة من حيث المواصفات لدينا ثمانية وعشرون نانومتر على معمارية ماكسويل الشهيرة معلومة مهمة رغم أن هذا الكارت GTX 700 إلا أنه في الحقيقة ينتمي إلى عائلة 900 لأنه مبني على نفس المعمارية يأتي بذاكرة بحجم 2 جيجا GDDR5 سرعة أساسية 1060 ميجا هرتز تصفي وضع تعزيز إلى حوالي 1150 الجميل في هذا الكارت أنه لا يزال مدعوم من إنفيديا على عكس كروت GTX 700 لتوقف دعمها لأنها مبنية على معمارية مختلفة تسمى كيبلر الاستهلاك في هذا الكارت ممتاز جدا أو بالأحرى قليل جدا تقريبا 60 وات فقط قوة الكارت حوالي 1.4 تيرا فلوف تقريبا بنفس قوة الإكس بوكس وان على الورق أما الآن خلونا مع فتح وتنظيف البطاقة هذا شكل الكارت من الداخل تصميم بسيط جدا لا يحتوي على أي فلسفة زائدة لدينا أربع شرائح فيرام هذا طبيعي لأن الكارت 128 بيت هذا شكل الهيتسينك تصميم عادي جدا لكنه كافي جدا نظرا لاستهلاك الطاقة المنخفض الجميل أنه يحتوي على 2 هيت بايب نحاسية ولكن كاميراكم تلاحظوا متسخ جدا أو مليان بالغبار لذلك يجب تنظيف هذه القطة أفكار its shell ويجب تلاحظوا شباب نحاسية ويجب تتالي ويجب تنظيف البطاقة وانعافة أفكار صوت ولتحقيق أفضل نتائج ممكنة أضفت جرعة من المعجون الحراري H1 من نوكتوا وبهذا أصبح الكارت جاهز للتجارة جربت البطاقة على معالج رايزون 7 3700X بعد حوالي 10 دقائق على فيرمورك وصلت الحرارة إلى 63 درجة أمر ممتاز وأيضا الكارت كان هادئ جدا دوران المراوح كان حوالي 1000 RPM الأجمل من ذلك صرف الطاقة لا يتعدى الـ 50 وات فها بداية مبشرة نوعا ما بطلفيلد 1 لعبة من عمر الكارت تقريبا 1080p Medium Sitting تقريبا 50 إطار في وقتها كان يعتبر شيء ممتاز جدا حتى الآن يعتبر أداء مقبول بالنسبة لـ 40 دولار لكن من المبكر أن نحكم على أداء البطاقة بعد أول جولة مترو إكسيدوس تعتبر قديمة قليلا لأنها صدرت قبل حوالي 5 سنوات ورغم ذلك تحتاج إلى عتات قوي نسبيا 1080p Low Sitting أو أقل الإعدادات حقق الكارت حوالي 35 إطار مبدئيا أمر ممتاز بالنسبة لسعر البطاقة ولكن كانت هناك العديد من الدروبات الشنيعة في الإطارات خصوصا في بعض الأماكن من الخريطة صراحة تجربة سيئة جدا لكن تبقى قابلة للعب إذا كنت تتحمل هبوط الإطارات المفاجئة المشكلة ليس في عدد الإطارات لأن 30 فريم تعتبر قابل للعب أصلا الحد الأدنى لتشغيل الألعاب هو 24 فريم بالنسبة لي الإشكال في حالتنا أنها غير مستقرة Grand 5 رغم أنها لعبة عجوز لكن حاضرة في أي بنشمارك تقريبا 1080p High Sitting التجربة كانت ممتازة حوالي 70 إطار فإذا كنت تفكر في لعب Grand 5 بأقل التكاليف 750 Ti يعتبر حل مناسب لهذا الغرض Shadow of the Tomb Raider جربتها في وضع البنشمارك الداخلي للعبة 1080p Low Sitting بعجوبة حققنا 25 إطار أكيد إطارات سيئة جدا لكن تبقى تجربة قابلة للعب هذا هو الحد الأدنى بالنسبة لي كما قلت قبل قليل الجميل هذه المرة أن الإطارات كانت مستقرة ولم نعاني من أي دروبات مزعجة Witcher 3 1080p أقل إعدادات حققنا حوالي 35 إطار أكيد مش أفضل تجربة في العالم لكن على الأقل قابل للاستخدام وأفضل من التجارب السابقة CSGO 1080p أقل إعدادات FSR في وضع الأداء صحيح غرافيك بطاطا لكن تفاجأت من أداء البطاقة حوالي 100 إطار يعني تجربة عالية تحديث بـ 40 دولار صحيح أن ألعاب الإيسبورت مش متطلبة كثيرا لكن CSGO تحديدا أصبحت متطلبة أكثر خصوصا على الكروت القديمة بشكل عام وجدت أن التجربة مرضية هذه المرة أعتذر إذا كان يبدو صوتي غريب لأني أعاني من نزلة زكام حادة Forza Horizon 5 أقل إعدادات صحيح غرافيك سيء لكن إطارات مقبولة مع أداء محترم بالنسبة لسعر البطاقة الجيد في Forza أن فيها Optimization جيد يستغل حتى أضعف الكروت أما الآن إليكم نظر أوسع عن أداء البطاقة لكن هذه المرة نتائج لم أجربها بنفسي وإنما مجرد جيم بلاي مرفوق ببعض النتائج Valorant 10 ATB أقل إعدادات يمكن للكارت في هذه الحالة رندرت أكثر من 150 إطار يعني تجربة عالية تحديث بسعر رخيص جدا في هذه الحالة فقط تحتاج إلى معالج جيد لكن معروف أن ألعاب الإيسبورت مش متطلبة كثيرا فأمر طبيعي جدا Horizon Zero Dawn 10 ATB أقل إعدادات لا أعرف حقا كم مرة أقول 10 ATB في هذا المقطع لكن حقق الكارت إطارات تتراوح ما بين 35 إلى 40 إطار مش أفضل تجربة في العالم لكن أعيد وأكرر مقبولة بالنسبة لـ 40 دولار Hogwarts Legacy لعبة حديثة نسبيا وهنا بدأت معاناة البطاقة 20 فريم كوسطة في وضع 10 ATB Low Sitting لكن نستطيع بسهولة تحقيق 30 إطار إذا خفضنا الـ Resolution وشغلنا تقنية الـ FSR لكن 720p أعتبر أنها غير مناسبة أبدا في الوقت الحالي أما في فورتنايت نفس الإعدادات السابقة حقق الكارت أكثر من 120 إطار بسهولة رقم جيد ومقبول لكن بالنسبة للعبة تنفسية مش أمر خارق للطبيعة Far Cry 6 1080p Low Sitting FSR في وضع Quality فعلا نتائج جيدة 35 إطار هذه البطاقة ترفض التقاعد بشدة فعلا إلى الآن يمكن استغلال هذا الكارت خصوصا لأصحاب الميزانيات المحدودة فأمر مبهر جدا Cyberbank 2077 1080p أقل إعدادات FSR في وضع Quality يمكن للكارت أن يحقق 23 إطار بالتأكيد تجربة سيئة جدا لكن يمكن تحقيق إطارات أكثر بسهولة فقط نحتاج لكاسة سرعة خفيف مع تخفيض الResolution لكن بالنسبة لي الكارت يفشل في تشغيل اللعبة لأن 720p غير مقبولة بأي شكل من الأشكال خصوصا في الوقت الحالي أما في ردد الإصدار الثاني نفس الإعدادات السابقة كنا قريبين من 30 إطار صحيح تجربة سيئة لكن تبقى قابلة للعب أما في الإصدار الأول الأمر كان مختلف قليلا يمكن للكارت تحقيق أكثر من 60 إطار حتى على 1080p high setting الصراحة أفكر في شراء اللعبة على البي سي وتختيمها مرة أخرى أذكر جيدا أني ختمت على الجهاز سوني 3 مع تجربة سيئة جدا حوالي 23 إطار محاكي القردة لعبة حديثة وتعتبر تحدي حقيقي لأي بطاقة والنتائج كالتالي رغم تشغيل كل التقنيات فشل الكارت في تحقيق نتائج جيدة بالكاد 20 إطار في دايسغون حقق الكارت أكثر من 40 إطار أكيد على نفس الإعدادات السابقة فهذا يمكن القول أنها تجربة مقبولة نوعا ما Flight Simulator أو محاكي الطيران متعب جدا لأي هاردوير أقل إعدادات وأكيد على 1080p ككل مرة بالكاد حققنا 25 إطار الصراحة تجربة سيئة لكن تبقى قابلة للاستخدام خصوصا في هذا النوع من الألعاب Strike أو محاكي القطط 1080p Medium Sitting يمكن للكارت في هذه الحالة رندرت أكثر من 30 إطار صحيح تجربة ضعيفة قليلة لكن تبقى قابلة للاستخدام واللعب حسنا أعتقد أن لديكم الآن فكرة جيدة عن أداء البطاقة ولكن الشيء الغير معروف أن معمارية ماكسويل تستفيد من كسر السرعة بشكل ممتاز جدا لذلك قمت بكسر السرعة للبطاقة وإليكم بعض النتائج Battlefield 1 مجددا هذه المرة فرق لا يصدق تحسن في الأداء بحوالي 20% هذا فرق عملاق وكأنه غيرت كارت آخر تماما أيضا كنا قريبين من 60 إطار التجربة أصبحت أفضل بكثير فها نتيجة ممتازة وشيء يستحق العناء Metro Exodus أيضا الفرق كلا يصدق بحيث أن الكارت كان قادر على رندرت أكثر من 50 إطار في بعض الأماكن رغم أننا عانينا من نفس الانخفاضات في عدد الإطارات لأنه تعمت إجراء تجربة في نفس المكان من الخريطة إلا أن الأداء تحسن بشكل كبير جدا صحيح لا تزال تعتبر تجربة سيئة إلا أن الأداء أفضل بكثير من المرة الأولى فها أيضا أمر مثير للإعجاب GTA حققنا هذه المرة حوالي 80 إطار فرق ملحوظ لكن أقل من التجارب السابقة توقعت فرق أكبر صراحة لأن التحسن هذه المرة كان بحوالي 10% رغم ذلك يبقى فرق ممتاز وملحوظ Tom Brider أكبر تحدي بالنسبة لي متحمس جدا للتجربة في المرة السابقة بالكاد حققنا 25 إطار مع تجربة سيئة لكن هذه المرة حققنا بجدارة أكثر من 30 إطار التحسن هذه المرة عملاق أكثر من 20% هذا الأمر غير التجربة تماما فأمر في غاية الروعة صراحة Witcher 3 سجلنا هذه المرة 40 إطار أي تحسن في الأداء بحوالي 10% مش فرق كبير جدا لكن يبقى فرق ملحوظ خصوصا أنه شيء مجاني بدون كاسة سرعة في CSGO حصلنا على 100 إطار لكن هذه المرة حصلنا على 10 إطارات مجانية هذا يعادل 10% تحسن في الأداء فيمكن القول أنها معادلة متوازنة نوعا ما أكثر لعبة لم تستفيد من كاسة السرعة في هذه القائمة هي Forza Horizon 5 التحسن في الأداء كان قليل جدا حوالي 5% فقط ولكن بشكل عام كاسة السرعة حقق نتائج ممتازة لأنه رفع الأداء بمقدار 15% بشكل عام في معظم الألعاب لجربتها هذا فرق عملاق ولا يستهان به أبدا أكثر ما يميز هذه البطاقة بالنسبة لي أنها متوفرة في كل الأسواق تقريبا أيضا سعرها معقول جدا على سبيل المثال سعرها في الجزائر حوالي 40 دولار إذا أنت من دولة أخرى اكتب لي في التعليقات عن سعرها في منطقتكم من الأشياء الجيدة أيضا أن البطاقة لا تحتاج لباور خارجي هذا أمر مهم جدا لأن الباور جيد يعتبر أكبر عائف في تطوير الأجهزة القديمة خصوصا الرخيصة منها لأنه مش منطقي أبدا أن تشتري باور بـ 50 دولار من أجل جهاز ضعيف في هذه الحالة فقط يعتبر هذا الكارد حل مناسب نوعا ما أيضا الجيد في البطاقة أن صرف الطاقة قليل بالتالي حرارة منخفضة هذا الأمر يعني أن الكارد سيعيش لفترة طويلة أما السلبيات ببساطة توجد سلبية واحدة بالنسبة لي الكارد ضعيف غير قادر على تشغيل كل الألعاب الحديثة حسنا هل أنصح بهذا الكارد حاليا أم لا الصراحة لا أنصح به لأنه ممكن تضيف 20 دولار فقط وتشتري كروت أقوى بكثير سأعرضها أمامكم الآن ولكن ميزانيتك قليلة عندك معالج ضعيف وباور ضعيف أيضا تبحث عن كارد يمكن الاعتماد عليه قليلا يقدم تجربة محترمة بالذات في الألعاب القديمة وألعاب الإيس بورت في هذه الحالة هذا الكارد سيكون حل مناسب بالنسبة لك إذا ترغب في عرض كروت أخرى بهذا الشكل اكتب لي في التعليقات أكيد لا تنسى اللايك والاشتراك كان معكم صديق ومفتاح والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته